يا اهلا يا اهلا بيكو في حلقة جديدة النهاردة فيديو جديد هنتكلم فيه عن اهم توقعات ونصايح تهديرات للابراك والنهاردة هنتكلم عن بورج العزراء هنتكلم عن نصايح مهمة جدا تخص بورج العزراء وتوقعات لشهر ابريل 2021 من اول النهاردة يوم 11 ابريل لحد يوم 11.05 تعمل بورج العزراء من الابراك اللي عايزة حياء عشان انتو بتعملوا دايما من اكبر نسبة المشاهدة عندي في الشانل بورج العزراء بيتربع على القمة فثانكيو اوي 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 هنتكلم عن حاجات مهمة جدا تخص بورج العزراء اول حاجة بورج العزراء انتو من الناس اللي يعني الحمد لله الكرب بتاعكم يا جماعة فيه تحسن وفيه طلوع لان احنا من الابراج اللي كنا في شهر مارس يعني بندعك يا جماعة يعني عادي احنا شوفنا الاوحش فحلصنا مستوى الوحش دلوقتي الدنيا هتبدأ تتحسن وتبقى افضل فعايزاكوا تتفاقلوا كده بيبقى فيه حالة تفاقل وفيه حالة يعني انبهار كده من اللي هيحصل لسبب ان احنا عندنا بمرحلة قرية صعبة جدا جدا فاعتقد ان اي حاجة جاية بعد كده هتبقى افضل بكتير جدا من اللي عده ومن اللي راه مشي تاني حاجة يا جماعة اذا اقولها لكم ان احنا الفترة الجاية ان شاء الله بإذنالك عزراء فيه ثقة في نفسك اكتر لسبب ان كان برج العزراء عنده مشاكل كتير جدا مادية مشاكل مهنية مشاكل يمكن مادية مستمرة شوية كمان مهنية عندك مشاكل مع مديرينك مع رأساك في العمل مع شغلك فيه ناس عندك اعداء كتير جدا عندك ناس حقدة ناس حسودة ناس عايزاك توقعك فيعني مهنية مش احسن حاجة ومادية برضو مش احسن حاجة المشكلة بقى ان عاطفين كمان مش احسن حاجة لان عاطفين برج العزراء عنده لخبطة عاطفية وعنده مشاكل كتير في الحب وفي الارتباط وفي العاطفة بس اي تنك سو ان شاء الله كل حاجة هتبدأ تصبط الفترة الجاي طيب برج العزراء الفترة دي في شهر ابريل انا شايفة عندك الدنيا تبقى اكثر استقرارا شايفاك بتحاول تكون احسن افضل بتحاول ان انت تكون تنطلق يعني انت قريدي زي ضع وقت كتير جدا فانت عمال تقول ايه كفاية الوقت اللي ضع تستايم ان انا خلاص بقى يعني ايه امشي في الطريق الصح عندك ناس كتير قوي مستنية قوعك يعني عندك اعداء كتير جدا ناس مستنية تشمت فيك ناس مستنية اخطائك مستنية تغلط غلطة اللي هما بقى قولوا بصوا شوفوا مش بصوا عمل ايه بصوا ازاي سوا كزا فانا شايفا عندك عندك اعداء وناس مستنية قوعك فاركز جدا يا عزراء ما تناولش ناس دي الفرصة خاصة الناس من ابراج من ابراج ترابية او نارية يعني متربصن لك اوكي طيب برج العزراء كمان الفترة الجاية دي شايفا ان انتو تهتموا بصحتكو ياليت يا جماعة تهتموا بصحتكو الفترة الجاية لان برج العزراء ممكن يكون عنده وعكة صحية عنده الزيارة الطبيب ممكن يكون عندك مشاكل في جلدية او مشاكل في الامة كلا او الظهر او الاسنان انا عالنفس تجمعش عالا سورشلس في اسناني لحد ما تعبت النفسين خالص برج العزراء الفترة الجاية دي شايفاك بتهتمل نفسك افضل شايفا عندك تجمعات عائلية بتحاول مسلا عندك مشاكل مع حدم الاسرة بتحاول تحلها شايفاك يعن في عدم استقرار عائلي فالعزراء يعنى عزراء فيها شوية مشاكل عقلية انت بتشغل عليها برج العزراء عشان تحلها عشان تصاح الناس كلها على بعضها كمان برج العزراء الفترة دي شايفا ان انت بتفكر تعمله ديت وانبي يا جماعة لو ايحد ههمل ديت يتبناني معين علشان انا عزراء قوني استعمل دهت بس ما باخدش القرار يعني فانا محتاجة اخص عشرة كيلو تقريبا وما اروحش الجمه وباكلش كويس يعني احتاج حد ياخدني يتبناني معاي في الموضوع ده طيب برج العزراء كمان شايف عندوك الفترة الجاية دي يعني نقاشات خده يعني هيبقى عندك نقاشات عندك زي حد واقف قدامك كده في مفوضات تناقش في مواضيع سخنة جدا او في مثلا يعني انت وحد كده بتكلمه بس هي منقشة قوية ممكن تكون منقشة في العمل او منقشة مع حبيب بس منقشة حد فيها حدية انت ممكن تكون متعصب الشخص اللي قدامك متعصب بس الحاجة اللي حالي عايز اطلبها منك بلايش تاخد اي قرارات انفعالية لحظة انفعال او لحظة غضب يا برج العزراء في شهر ابريل يعني اي قرار هتاخده في لحظة انفعال حظة غضب وانت متداق مش مركز هيبقى قرار خاطئ فبالتالي بلاش اي قرارات مصرية خاطص يعني ايه اقحم غضوك كده ونرفستك وحاول ان انت تكون ايه اكثر هدوء ايه كمان شايفة يا برج العزراء ان انت الفترة الجاية عندك عندك حبة قلق شوية قلقان بتفكر كثير قوي ما بتنامش كويس عندك قرق بتفكر بس موكيكو عندك قرق حاول تنام بدري حاول تظبط نومك حاول تصح بدري تنام بدري حاول تظبط موعيد نومك لان شايفة ان الفترة دي انت يومك متشقلب عندك حالة قرق ما بتنامش كويس بتفكر كثير قوي قبل ما تنامي طيب اه قولوا لي يا جماعة القراءة دي تتفق معاك ولا قولوا لي تفرج علي من في انتو برج عندكم شهر ابريل حركة كثيرة عندكو في احداث كثيرة اه شايف عندك تجمعات احتفالات ناس كثيرة بتقابلها ناس بتتعامل معاها اه زي قلت يعني اجتماعيا عندك حاجات كثيرة قوي عندك حاجة كنسك فيها تبدأ تعملها تبدأ تستعر عليها. يمكن يكون مشروع حاجة مادية حاجة. لان انت كان عندك واقعة قوية جدا يا برج العزراء الفترة اللي فاتت. يعني الفترة اللي فاتت كان عندك ايه حاجة كده وقعتك. او كان عندك مشكلة شوية. فانت بتحاول تسند نفسك. بتحاول تقوم. بتحاول يعني يعني تقول لا انا هنا. يعني انا موجود وانا هنا وبحاول اتشقل بكده عشان اوصل للي انا عايزه. فاجد لك يا برج العزراء. يعني انت لو بتحط حاجة في دماغك معروف ان انت بتحققها يعني بتحققها. طيب عندك شخص حقود او حسود او عندك طاقة سحر في حياتك يا برج العزراء. انا موضو دا قلت الشهر الفيت برضو. يعني فيه شخص ممكن يكون بيعمل لك حاجة مش كويسة. نفسه ان هو يوقعك في غلط. عايز 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 عايزش مدفيك عايز يبقى. هو شخص ده شخص مؤذي جدا يعني. الشخص اللي انا ما اقول لك عليه ده يا برج العزراء. هو شخص مؤذي. شخص مش كويس. شخص اه حقود. بيحقد عليك. فهو ممكن يكون بيعمل هو بيحسدك يا اما هو بتكلم عليك يا اما عندك طاقة حاسات قوية جدا جدا. طيب تعالوا بقى نتكلم معا برج العزراء والحب. قلولي يا جماعة متفرجوا عن فين وانتو برج ايه? وقلولي بتابعوني من انهي بلد بزبط وشانا عني ناس كسير اوي. طيب يعني من بلدان يعني عمر اتخيلت ان حد يكون بتابعوني منها. وشكرا على كل الكلام الحلو اللي انتو بتكتبوه دلوقتي يعني ده لايف. تانكيو اوي اوي اوي. طيب عندك في الحب حيرة. او رجوع شخص من الماضي هيقلب لك كيانك. هي لخبطك لخبطة قوية جدا جدا. طيب يبقى العزراء عنده حيرة ما بين شخصين. شخص جديد وشخص من الماضي. الشخص الجديد انت اولادي بتحبه او معجب بيه. فيه هو معاك واعتقد ان هو برج ترابي. ترابي يعني عزراء يعني اه تور يعني جدد. وانت مبسوط معايا بس هو ممكن يكون عنده مشكلة ان هو مش بيعبر عمشاغلها روبة سهولة. ان الشخص ده يعني غامض بالنسبة لك قوي. مغروس ما بيكلمش كتير معاك ما بيهتمش بيك. فانت عندك مشكلة معا في الحتة دي. ففي هذا التوقيت اللي انت اصلا بتعاني منه ومتدايق وزعلان وحاس فيه حاجة غلط. الشخص فيه شخص بيرجعلك من الماضي مرة واحدة. الشخص ده اعتقد ممكن يكون بنزجرة جدا من برج العرب. او حوت او سرطان. بس اعتقد عقرب. الشخص ده انت ممكن تكون. هيقلب لك موازينك كمي. هيخليك محتار. هيحرك جواك حاجة. هيخلي قلبك يدق بسرعة. بالرغم ان هو عائد ممكن يكون عائد عايز يكون صديق او عايز يقرب منك. مش عائد كحب يعني. مش بنسبة جدا يكون عائد او يعني مش شرط يكون عائد كحب. الشخص ده هيلغبطك جدا جدا وهيحطك في حيرة. فانت هتكون في حيرة ما بين شخصين. او ما بين القرار. هل ترجع للماضي او تكمل مع المستقبل. يعني الشخص الماضي هو لسه رجع. لسه ما عارضش عليك الرجوع. هو رجع لسه بيحاول يستقطبك او يحاول يقرب منك. فحاس يعني انت هتبقى مطلوط جدا وحاسس بينجزابك قوي جدا جدا ولغبطك مع هذا الشخص العائد من الماضي. عندك اعداء كتير في عملك يا برج العذراء احذر منهم. ناس بتباين ان هما اصدقائك وحقودين جدا جدا وبيحاول ان هما يسبتو لك او يورو لك ان انت قريب منهم بياخدوا منك معلومات ويستخدموا المعلومات دي ضدك. فبالتالي احذر او خاف على اسرارك يا برج العذراء. بلاش تتكلم في اسرارك. بلاش تدي حد معلومات مجانية عن نفسك. او كن غير متوقع. لان عندك اعداء كتير جدا 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 لفترة جاية. عندك مصاريف كتير جدا حاول ان انت تضبط قولياتك في المصاريف يا برج العذراء ان شاكك بتصرف فلوس كتير جدا. اما عليك على حد قريب منك. يعني مش عليك انت بس يعني انت بتصرف. عليك وعلى اشخاص اخرين. فركزهم مصرفاتك حاول تتنظم مصرفاتك يا برج العذراء. لان ده عامل ده عامل مشاكل كده او عامل عاملك مشكلة الفترة الجاية. عندك تموخات او عندك اهداف وعندك حاجات نفسك فيها كتير جدا. بالك مشغول فعلا بس بالك مشغول بالمستقبل اكتر. يعني نفسك تستقر يعني بتدور على الحب يا برج العذراء. برج العذراء بتدور على الحب الحقيقي. لا عايز اقولك ان الحب الحقيقي جاي لك. بس حاول تستقر يعني العذراء عنده طرف ثالث للأسف والطرف الثالث من عنده. يعني بنسبك بقولولي الكلام ده مضبوط ولا لا. قولي هل انت فعلا محترين ما بين شخصين. شخص من الماضي وشخص قريب منك ولا لا. وانت حيسس يا عذراء بمشاعر ناحية يا شخصين ولا لا. يعني الشخص من الحاضر في كل حاجة انت بتحبها وانت فعلا هو قرار منك. بس الشخص الماضي انت مش اقدر تتجاهله. قولولي الكلام ده مضبوط ولا لا. طيب ايه اهم النصايح لبرج العذراء احذر من العصبية. احذر من التخيذ القرارات المتسرعة. احذر من البرفكشن يا برج العذراء. مشكلة برج العذراء ان هو دايما بيحب كل حاجة بيرفكت. بنسبة مية في المية. وللأسف مفيش حاجة بيرفكت. فدي حاجة متعبة جدا جدا ليه. وحاجة يعني بتضيعله وقت وبتضيعله مجهود وتاني حاجة يا برج العذراء. لا تتطق في الناس بسهولة. بطل تتكلم كتير عن نفسك قدام اشخاص لان اشخاص ممكن تبصلك بحسد او حقت. حاول تركز في شغلك. حاول تركز في اهدافك. حاول تركز في طموحاتك. لان عندك فرص للنجاح بس محتاج تركز اكتر. انتبه على السيرة الذاتية بتاعتك. متكلمش كتير عن نفسك. متكلمش كتير عن طموحات بجد برج العذراء طيب جدا متلقائفة ممكن. متلقائفة كلا عن نفسك في الناس دي. اما تسرقه. اما تتحقد عليه. اما تستغل نوقع ضعفه ضده. فعندك حرب الفترة الجاية في العمل. وسهلا شايفاها قدها وقدود. شايفاك في تحسن في العمل. تحسن مهنيا. تحسن فيه كمان. تحسن في العمل. تحسن عندك شخص جديد في حياتك. او حب جديد. شايفاك بتحب. شايفا عندك خطوبة. فيه ناس كتير معظم برج العذراء متلقوا عنده ترسيم علاقة خطوبة راية فتحة مع شخص هو بيحبه. فجاي لك الحب في ابريلي يا برج العذراء. وهيبقى افضل بكتير يعني عاطفيا او مشاعريا افضل بكتير جدا جدا من شهر مارس. بحبكو اوي اوي اوي. خلي بالكم بنفسوك يا عذراء. I love you all عشان انا برجل زيكو. زي ما قلت. كمان يبقى قلت. ممكن يكون عندك نقل صحيح. ممكن يكون عندك نقل سكن او نقل. يعني ارتقاء في السكن. يعني غيرتين اللي بيت اكبر او مكان افضل. عندك سفرة كمان داخلية. ممكن تفكر تسافر سفرة داخلية جوة البلد اللي انت عيش فيها. عندك لقائين مهمين جدا مع اصخاص مهمة. احدهم برج هوائي وبرج مائي. يعني ممكن يكون اصدقاء ناس قريبك ناس كنت تحبوهم ناس تحبوهم. ممكن تغير شوية في شكلك يا برج اصدقاء تعمل نيو ستايل. تغير لون شعرك. تغير اسنانك. تغير اللانس بتستغيرها. بس عندك تغيير في اللوك بتاعك. which is good يعني. بس تغيير ايجابي. thank you. بحبوكو جدا جدا. قولوا يقرأوا يتتفق معاكو بنسبة كم في المية. قولوا لي بتتبعونين فين. قولوا لي عندكو حقارا حيرة وقلق مبين شخصين ولا لا يا برج العزرة. شكرا. I love you all. thank you. باي باي. مع السلام.